يقول يعني يريد نصيحة للذين يكذبون طوال حياته عبدالوهاب من الشارق أبارك الله فيك أنا ما أعتقد بأن شخص يكذب طوال حياته يعني يوميا يكذب لكن قد يوجد من الناس من يحترف الكذب والعياذ بالله ولا شك بأن الكذب صفة قبيحة وخلق سيء والله جل وعلا حرم الكذب وبيّن بأن الكذاب لا يفلح لا يفلح ويقول جل وعلا إنما يقول جل وعلا نعم ذكر الكذب كثيرا في القرآن وبيّن بأن منصفات المنافقين ومنصفات المشركين يقول سبحانه وتعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِّفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكِذِبِ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ والكذاب مبغوظ سبحان الله في السماء ومبغوظ في الأرض ولهذا من احترف الكذب وأصبح الكذب له صفة من العقوبات المعجلة أنه لو صدق ما يصدق يعني لو أتى بقصة أو بحديث صادق فيها ما يصدق لماذا؟ لأن الناس عرفوا بأنه كذاب لهذا الكذب لا خير فيه الكذب لا خير فيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب نسأل الله العافية فإذا كتب عند الله كذاب أبغضه الناس لأن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل و ينادي في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغض أهل السماوات ثم لا يوضع له القبول في الأرض و هذا مجرب سبحان الله لهذا الناس يحذرون من الكذاب و يخافون منهم و لا يصدقونه في أي شيء حتى لو كانت صحيحة لا يصدقون هذه من العقوبات المعجلة و لهذا ليس هناك أجمل من الصدق و الكذب و العياذ بالله من عقوباته المعجلة من عقوباته المعجلة ظلمة في الوجه نعوذ بالله سبحان الله هذا مجرب ظلمة في الوجه أن الكذاب ترى ظلمة في وجهه و العياذ بالله و ضيق في الصدر و حرج في الرزق و بغض في قلوب الخلق أجمعين أما الصادق فالله عز وجل يجعل علامة على صدقه و يضياء في الوجه ضياء سبحان الله شراح في الصدر و طمأنينة و محبة في قلوب الخلق و فقنا الله و إياكم للصدق